فالنزاهة قيمة مركبة من عدة قيم مركبة من الصدق والأمانة والإخلاص وساعتها للإنسان هيبقى النزاهة واضحة فيه إزاي بقى أن نراحز إن النزاهة بتبقى واضحة؟ النزاهة بتتضح في عدة صفات بتكون في البشر يبقى إحنا لازم نربع أولادنا عن النزاهة يعني إيه النزاهة؟ الولد لا يتراخى في القيام بواجباته ويقوم بيها بإتقام يعني إيه؟ دايما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يبقى أولادنا إيه اللي حاصل؟ ما يبقاش عندهم التراخي معنى كده إن هم إيه؟ عينضبطوا ما فيش واحد نزيه وهو مهمل في معيده ما فيش واحد نزيه وهو بيسيب الأمر يترك الأمر لغاية ما يخرج وقته ويعمل أي حاجة لا ده مش نزيه ده مش نزاه وده نوع من أنه نوع الفساد على فكرة إن أنت تسيب الحاجة لغاية ما يمر وقتها وبعدين تعمل للناس أي حاجة وبعدين تقول ده على قد فلوسهم دي مش نزاهة ونزيك إيه اللي حاصل؟ النزاهة دايما مرتبطة بإن الإنسان بيطلب النقاء بيطلب الصفاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم تاني حاجة من علامات النزاهة ومن الأثار الواضحة من النزاهة إن يبقى فيه حفظ أمانة يعني لما دينج نضرب أولادنا نضربهم على إيه؟ ونربيهم على إيه؟ على حفظ أمانة إيه؟ أمانة الأقوال والأعمال يعني في الكلام وفي الفعل ولذلك سيدنا أنس بن مالك بيروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما خطب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال لا أمانة لمن لا أمانة له ولا دينة لمن لا عهد له إيه ده؟ فالأمانة مهمة جدا 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 في حياتنا فلازم يبقى الإنسان ربي على أمانة يعني إيه أمانة؟ المجالس بالأمانات يا ابني ما تسمعش حاجة ونت ننقلها الولد اللي هيتربى على إن محدش ما ينقلش الكلام ده نزيه الولد اللي هيتربى إن عمله أمانة فلازم يتقنه لأنه هو معروض على الله فهو نزيه طيب الحياة الثالثة إيه؟ النزاهة كمان بتساعد الإنسان على وضع كل إنسان في مكانه الصحيح إذا وصد الأمر إلى غير آله فانتظر الساعة لا يبقى النزاهة إن كل واحد يكون في محله النزاهة ممكن فيه تكون نزاهة ويكون فيه فساد بإن أنا أحط الناس في غير محلهم أو أعطي حد أكبر من حجمه إيه ده؟ إنت قصدك إن النزاهة بتحصننا من الظلم؟ طبعا من أكتر الحاجات اللي تجنب الإنسان الظلم اللي هو الظلم وظلماته يوم القيامة النزاهة كمان النزاهة رابع حاجة عدم ادعاء المعرفة في ما ليس لي بيعلم زي بقى إحنا ما منشوف بقى النزاهة دي مهدرة مع الناس المتطرفين اللي بيتصدروا ويتكلموا في كل حاجة في الفتوى نزيت في سن التطرف شائعة فينا إن إحنا نتصدر ونتكلم في الدين ونتكلم في الحاجات اللي غير مؤهلين لها تعرف أنت لو طبقنا قانون إن اللي بيحنا نتحل تصفة شخص حتى وبشكل جزئي ممكن يتحبس إحنا نصنا يتحبس لإنه قاعد يوصف علاج ويوصف وصفات طبية من غير ما حد فينا يكون من أهل الطب دي مش نزاهة النزاهة إن أنت ما تتصدرش من غير ما تكون مؤهل بما يقتضي متطلبات هذا العمل من معرفة ومهارة وقيم كمان هي دي النزاهة إنك تتنزه على إنك أنت تقع وتخالف قوله وتعالى ولا تقول لما تصفوا لسيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لسه في استشارة زوجية كان عندي ناس في الاستشارة الزوجية الراجل راح يتعلم مع ناس متطرفين فإن اللي حاصل فجاي كل شوية يتكلم عن مفاهيم دينية يتكلم عن القوامة فقول له طيب تعالى نتكلم ده ونشرح الكلام ده إنت عارف يعني قوامة يقول لي ببساطة خالص أنا ما أعرفش حاجة في اللغة أقول لي طب بتتكلم في الشرع إزاي ده الله سبحانه وتعالى قال باللسان العربية المبين فأنت إزاي بتتكلم في القرآن وإنت متعرفش بالعربية قال لي أنا أعرف الحاجة المهمة دي وأستطيع إن أنا أشاركك واجادلك في هذا الكلام وتقول لي طب تعالى نتكلم طب إنت تعرف إيه من تفسير هذه الآية قال لي لا أنا أعرف إلي أنا فهمته آه دي مش نزاهة علموا أولادكم إن التطرف مش نزاهة علموا أولادكم أن الكلام فيما لا يعنيهم مش نزاه علموا أولادكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الراجل أصيب في رأسه أن دوت مش نزاه